وجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس تحذيرات للنظام الإيراني عندما أشار إلى أن القوات العسكرية مستعدة لحماية المصالح الأمريكية نرجو الأفضل لكن الولايات المتحدة وقواتنا العسكرية جهزون لحماية مصالحنا وجنودنا ومواطنين في المنطقة كان نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى إرسال حاملة الطائرات لينكل إلى منطقة الخريج العربي بالإضافة إلى أسراب من القوات الجوية ومنها قاضيفات استراتيجية من نوع بي 52 ووضع بنس إيران أمام خيارين أحدهما هو استمرار العقوبات على إيران أن تختار بين الاعتناء بشعبها وتمويل عملائه الذين ينشرون العنف والإرهاب في المنطقة يعبر كلام نائب الرئيس الأمريكي عن موقف الإدارة في وقت سعدت إيران من هجماتها على السفر التجارية في المياه الدولية وأسقطت طائرة استطلاع أمريكية كما سلمت الحثيين صواريخ استهدفت المطارات السعودية وأخيرا قررت خرق سقف المخزون من اليورانيوم المقصب ورفعت نسبة التخصيب إذن هي عقوبات لإجبار طهران على التفاوض أو إن أرادوا التفاوض ثم يأتي دور الدبلوماسية لكن الخيار العسكري موجود على الطاولة يحافظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حذري الشديد في التعاطي مع التهديدات الإيرانية لكنه من الواضح أنه يريد مواجهة الخطر الإيراني ويفضل ذلك مع الشركاء الدولية في أرغانام العربية واشنطن